أهلا بك وأهلا بالمشاهدين الكرام نتحدث أولا لا نريد أن نخوض أكثر في هذه العملية لربما تحدث السيد وليد لاروفي كثيرا حول لكن نحتاج من عين المكان رجب نحتاج من عين المكان نعم سوف أشرح لك ما حدث تحديدا ليلة الأمس يعني ليلة الأمس كان هناك سماع دوي انفجار على الفور تحركت السيارات بعد سماع دوي الانفجار تم سماع سيارات الإسعاف تتجه إلى مكان وسط منغازي تم تتبع هذه المعلومة عن طريق مصادرنا انتقلنا فورا إلى مكان الحادث وهو في منطقة الكيش بالقرب من قهوي الكيش هناك ما لاحظنا هو هناك تفجير ضخم توافدت بعد ذلك أجيات الأمنية على المكان قمنا بالتصوير تواترة الأنباء حول هذا الاستهداف هل هو عن طريق قذيفة أم عن طريق سيارة مفقخة إلى هذه اللحظة لم نتحصل على تأكيدات كيف تم هذا الاستهداف ولكن التأكيد هو اغتيال للناشط السياسي السيد محمد بوكعيكيس وأيضا لخمسة آخرين نتحدث أيضا بعد ذلك زار سيد مدير مدرية أمن بنغازي عين المكان وتحدث على أن هذه العمليات متوقعة وخصوصا بعد عودة الحياة إلى هذه المدينة أيضا بعد حصار تلك جمعات الإرهابية التي لم يبقى لديها شيء في مدينة بنغازي أو في المنطقة الشرقية بصفة عامة نتحدث أيضا عن عودة الشركات لربما أكبر وهي الشركات الصينية التي أتت إلى بنغازي وأيضا كان باستقبالها عدد كبير من سواء من النواب أو من عميدة بلدية ووجه المدينة وبعض القيادات الأمنية هنا أيضا كان هناك اجتماع مع أعضاء دارة مصنع الإسمنت وهي الشركة النمسوية التي أتت بكسحة الغام وما غير ذلك وكشفات لعودة المصنع إلى العمل لربما قريبا جدا كانوا ليلة الأمس أيضا في اجتماع مع مدير أمن ببنغازي لعودة هذا المصنع تحدث أيضا على أن هذه العملية هي لإخضاء هذه المدينة من قبل الظلميين الذين لا طالما يعثوا فيها قبل ذلك فسادا طيب رجب حضرتك تجولت في بنغازي في هذه الأثناء وفي هذه اللحظات كيف شهدت التواجد الأبني في الشارع ووقوف ربما لاجز الأبنية هل هناك تواجد كثيف لدى الأجهزة الأمنية واستقافات أم أن الموضوع لازل مفتوح يعني نعم يعني لا يوجد تلك الاستقافات الكثيرة ولكن توجد سيرات الشرطة في كثير من المفترقات أيضا يوجد هناك انتشار لرجال المرور في المفترقات الرئيسية للمدينة ولكن نتحدث عن اجتماع الآن جاري بمقر أو يقوم به السيد صلاح هويدي العقيد صلاح هويدي عفوا مع مدراء الإدارات ومع مدراء الأقسام وأيضا بعض الإدارات التي هي تحت يعني إدارة مدرية أمن بنغازي لوضع خطة أمنية جديدة لربما سنرى تغييرات في الخطة الأمنية لربما سوف نرى انتشار أمني أو خطة أمنية أو حملة مدهمات أو الكشف عن بعض الخلايا كل هذه الأشياء تأدي في خضم يعني ما بعد التفجير ولكن نتحدث عن بنغازي بصفة عامة اليوم الحياء جرت بشكل عادي واحتياد وطبيعي جدا في مدينة بنغازي عادت الدراسة أيضا هناك يعني المحالة التجارية تعمل بشكل ممتاز إلى هذه اللحظة لا يوجد أي تغيير على الشارع البنغازي لربما هذا الشارع الذي قاوم الإرهاب كثيرا دعني مصباح أخيرا أكمل نفى السيد وليد العرفي الناطق باسم البحث الجنائي ما تدولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اختطاف النساء هنا في المدينة سواء مدنيات أو عسكريات هذا الخبر هو عارع عن الصحة وشدد أيضا على عدم اتباع كل ما يتناقل في هذه المواقع رجاب بليبلو مراسلنا من منغازي شكرا جزيلا لك